محمد صلاح النهاردة قبل الكرة دي ضايع فرستين منهم واحدة شلق إدرسون بشكل رأى يعني أنا ملومش عليه قوي صلاح وإن كان كان ممكن يبصيها بس هو عملها حلو إدرسون تقلق بشكل رأى تصورت إنه صلاح هيخرج من المطش أنا أسف في عقليتنا وحياتنا ولعبتنا إنه لو ضاعت فرستين تلاتة في مطش صعب زي ده وتخرج من المطش نفسياً يعني ومعنوياً وفي لقطة كمان بعد الفرصة ديت أنا قلت يون هاريسود هو كلوب يعجبه لما التغيير اترفع غلط محمد صلاح بقى كلوب رأى للحاكم رأى قاله لا مش محمد أنا قلت إيه ده ده كلوب رأى يعني ده صلاح كان هيكسر الدانيا فصلاح سجل الهدف بعد الفرصة ديه على طول وتلع في تصريحات على سكاي بعد المباراة المراسل بيسأله بيقوله أنت ضاعت فرص وإدرسون تعلق قدامك وها وها و بتاع قاله أنا ما أقلقش لو جات لفرص وضاعتها أنا أقلق لو مش عارف يجيلي فرص لو جات لفرص وضاعتها طيب هجيلي فرصة كمان وهاسجلها لكن لو ضاعت واحدة هجيلي فرصة تانية ممكن عوضة لكن لو ما جلش هقلق بزرط احنا عندنا بنستخبى بقى يعني نقول يا رب من جلناش فرصة عشان لو ضاعتها الناس هتشتبني فبلاش أصلا إيه هروح قدام الجول صلاح رأيك في المستوى اللي قدمه النهاردة رأيك في اللي بيحصل مع صلاح ومن صلاح في الفترة الأخيرة رأي من رأي كلوب في المؤتمر الصحفي قال صلاح مستوى لا يصدق نعاردة مستوى لا يصدق هو فعلا مستوى لا يصدق بعد اللقطة اللي ضاعتها ضد إيدرسون لو بصيت يا كريمة تلاقي ملامح وشه مش ملامح واحد أحبط لا ملامح واحد أنا هجيلي تاني أنا هسجل يعني هسجل ده أنا ركست فيها يعني لما جات ملامحه كان الأول صلاح ممكن ينضب حظه أو لا ده أنا عادي الهجم ضاعت هيجي لهجمة بعديها وهسجل الهجمة لما جات له بعديها هو عمل واحد من الفينيش البسيطة السهلة بعيدة عن الجون خالص وهي الكورة يعني دايما صلاح لما يحط الفينيش لازم الكورة تبقى لازقة فيه شوية ليه عشان يقدر يتحكم فيها بشكل كبير فالفينيش كان جميل جدا ولو بصينا بقى على اللعبة اللي كان بيتكلم عليها أسر التفاوم ما بين إيدرسون وصلاح صلاح كان فين في اللعبة اللعبة الهدف كان وقف في الحيطة في كورة سابتة لمنشستر سيتي الكورة تلعبت معناش لها صور بس الكورة تلعبت قبل ما الكورة أليسون يمسكها صلاح اتحرك وعمل سبرينت لوحده يعني اللعبة انت ممكن لو في الملعب تستغرب اللعبة اللي بيجري الواحده عمل سبرينت لوحده وسابق كل اللعبة لأنه فاهم ان أليسون لما يمسك الكورة أول حاجة هاتيه هيبص على صلاح وفعلا بص على صلاح صلاح كان رايح واحد على واحد في مباشرة اللقطة دي بتسترجاني للشافي كان فيه فيديو انتشر على تويتر بعد ماتش الانتر وبرشلونة في النفق ما بين الشوتين قال حاجة لطيفة جدا حذر لعبة غسط برشلونة أن الحارس أونانا لما بيمسك الكورة بيلعب كورة عالية لو تروا مارتينيز بيواجه فيها مدافع لوحده في الكورة اللي بتبقى فيه ركنية أو فيه فاول لبرشلونة بيبقى دايما فيه تقدم وبيبقى فيه مدافع لوحده فقال لهم أونانا ياريت لو فيه كورة سابتة ترجعوا تردوا بسرعة عشان ما يقبلش المهاجم في الشوت التالي المفاجأة بقى أن انتر بيسجل هدف التالي بكورة عالية من أونانا للاوتارو مارتينيز اللي بيروح انفراد واحد على واحد ضد مدافع بياخدوا على الطرف وبيعمل ناحية تانية فاللعبة دي مش لعبة مجرد لعبة لا اللعبة دي فيه تدريبات عليها وفيه فهم